سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة كل سنة وانتم في نعمة الرب ومحبته المحبة التي تراكم وترافقكم في كل حين نعمة يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد اللي هو الحقيقة سبب هو شخصه سبب احتفالتنا حول العالم النهاردة بعيد الميلاد قولت الرسول بيقول كده ان هذا الاله الظاهر في الجسد ظهر بره بالروح لينا جميعا وكرز به بين الأمم وقومن به في العالم ورفعه في المجد سبب احتفالنا هذه الايام بعيد الميلاد المجيد أوسع كتير من ذكرى ميلاد شخص ده مش عيد ميلاد حيعدي يعني لا هو تغيير للبشرية جميعا تغيير لمفهوم محبة الله اللي نظرت لينا وشافت احتياجنا ورتب فيها الله الخلاص للإنسانية عيد الميلاد يذكرنا بمحبة الله وانه يفي بوعوده وانه ليس بغيره الخلاص يسوع الذي يخلص شعبه من خطاياه عند ميلاده كان اعلان الملائكة انه المخلص وانه عمانه ايل الله معنا الله الذي هو عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا ورئيس السلام بصلي انه يكون فرح الخلاص ونعمة الحياة الابدية من نصبكم انت وانتي الآن من نصيب عائلتكم وانه بركات الرب في اسم يسوع عندما تثمر في حياتكم تكونوا منارة وتكونوا ملح الأرض ونور في العالم كما أراد يسوع انكم تكونوا يا رب افتح عيون قلوبنا وأفهمنا علشان نسمع صوتك ونفهم اعلاناتك اليوم بوضوح في اسم يسوع نصلي أمين حلقة النهاردة عنوانها دعاء الخوف وإله بلا أذان عادة حلقات عيد الميلاد أنا ما بتكلمش فيها كتير في الإسلاميات أو يمكن ما بتكلمش خالص في الإسلاميات لكن السنة دي ربنا مديني رؤية خاصة للحلقة دي فكرة النهاردة مش مركزة التعليم الإسلامي لكن أثاره المباشرة على رؤية المسلمين اللي أنا كنت منهم لله دي اللي هتشوفوه واللي هتسمعوه النهاردة والخوف والرعب من هذا الإله ده اللي كل المسلمين بيعيشوه بأشكال مختلفة بعمق مختلف بفاهم ومختلف لكن الكل يرتعب من هذا الإله لأنه لا يؤتمن الرب النهاردة في هذه الحلقة عايز أنه يعدل هذه الصورة علشان تعرف مين هو الله الحقيقي وأنه يريد أن يخلصك ويخلصك ويرفعك ويحررك الإسلام عامل يعني وأنا بكتب كده وتحسى أنه الإسلام عامل زي حاجز صور كبير كده على عقول الناس الصور ده مشوه عقول الناس عن الله الحقيقي وبأفكار شيطانية أنا بصلي أن الرب يعدلها في أفهمكم اليوم الآن في هذه اللحظة خليني أحكي لكم فكرة الحلقة ابتدت إزاي من مدة بسيطة أنا شفت حلقة شفت مقطع بسيط كده صغير فكرني بإحساس قديم قوي ومفهومي عن الإله وافتكرت حقيقي المشاعر المؤلمة اللي كنت بحسها في الوقت ده مشاعر خوف رهيب ورعب وعدم رجاء قبل ما تعرف على المسيح لما كنت فكر في الله كنت برتعب الفيديو اللي حنشوفه ده لشيخ بيبكي وبيدعو هذا الإله بدعاء محمد اللي هو بتاع اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلاقوا بالي الشيخ بيبكي بحرقة أنا صدقتها بصراحة فكرتني بجدتي لما كانت تقعد وتبقى خايفة من الله ويقعد على الكنبة كده مثلا تشوف حاجة على التلفزيون الشيخ شعراوي وهو عماله يهددنا ويقول لنا نار وقودها الناس والحجارة وإن كلهم إلا واردها وكل الكلام ده وهي بقى إيه تبقى مرعوبة وتعيد وتقول له يا رب رحمتك وتعود بقى يعني تتمتم بآيات القرآن الدمدمة اللي يعني فكر أنها بيها بتاخد حسنات عشان تقدر حسناتها نشكر ربنا جدتي جات للمسيح قبل ما تموت وهي الآن في حرية ونعمة المسيح افتكرت حماتي لما كنا ندخل عليها نلاقيها مسك قاعدة تقرأ في الكتب القديمة عن عذاب القبر وتبكي مرعوبة مع أنها كانت بتصلي كل صلاة ومتفوتش فرد ومحجبة بناتها ويعني ست ملتزمة جدا وكل حاجة وكانت ست طيب لكنها كانت ترتعب من هذا الإله خلينا نشوف الفيديو ده وافتكر كده أنت وانت وانتوا بتسمعوا مشاعركم ايه لما تفكر في عذاب القبر وزاي هتقابل هذا الإله وأنه هيحسبك على كل حاجة عملتها وما تقولش بقى رحمتي واسعت كل شيء لأنه في الآخر إن شاء أو إن لم يشأ مصيرك واقف في النص نشوف الفيديو التعريق الأول الشيخ يعني عادة الرجالة ما بتبكيش كده يعني في العالم العربي لكنك تجد كتير من الشيوخ ساعات بيفتعلوا البكاء وبيفتعلوا الانفعال لكن الراجل ده يعني مش عارف بيقوله عليه إيه مش ههلف يعني يعني مش عارف يبطل عياد فعلا بيعاياد لأنه إذا كان النبي نفسه مرعوب من لقاء الله أمال بقيت الناس إيه قصة محمد لما كان بيدعو الدعاء ده تلاقي إنه كان وقتها مراته وماتت خديجة ماتت وابن عمها مات ورقة وانقطع الوحي وكانت حالته حالة بقى وبقى يطلع عايز يرمي نفسه من على الجبل والحاجات بقى اللي كل الناس بقى دلوقتي المكتوبة في الكتب والناس بتنكرها كان فقد الرجاء محمد نفسه كان فقد الرجاء الدعاء مش يعني المسألة مش فحص نفس يعني إحنا ممكن نقعد قدام الله من الطبيعي إنك تقعد قدام الله وتقول له رب افحس قلبي علمني اللي أنا بعمله غلط علمني اللي أنت عايز تغيره فيا لأنك عندك رجاء إن هذا الإله في المسيحية يعني يعني يغيرك من الداخل يعينك على كل خطيئة يعينك عليها يعني يعينك إنك تغلبها لأنه هو نفسه غلب الشرير من أجلك ومن أجلي لكن في الإسلام بنبقى مرعبين لأنه ممكن يهلك وممكن يحي حسب ما هو عايز إن لم يكن محمد أمن مكر الله وغدره به فكيف يأمنوا المسلمين فاكرين لما عملنا الحقيقة نعملت حلقات متعددة عن الخوف بالذات لأنه الخوف ليه مناحي كثيرة جدا في الإسلام يستخدم في كل شيء في الإسلام لجعلك إنسان مرتعب تحت القيد دائما الخوف في الإسلام فريضة فريضة إنك تخاف من الله هاخد بس مثل صغير لما الكتاب بيقول مثلا إنه رأس الحكمة مخافة الله دي مش فريضة ده حاجة تفهمها كده بالعقل إن يكون عندك مخافة ومهابة لهذا الإله العظيم اللي في إمكانياته كل شيء الخالق اللي صنعك اللي في إيديه تحريك كل شيء في الكون لكن وإنت بتقول كده كمؤمن بتبقى عرف إن هذا الإله هو من أتى حتى يخلصك إنت هو من تجلس إنت معه وتنظر إليه وينظر إليك وروحه فيك فمنتاش مرتعب منه لكن إنت ترتعب من الخطيئة اللي ممكن تفسلك عنه وجود الخطيئة في حياتك يرعبك تبقى عايزة برا عشان مش عايز تفقد ولا لحظة مع الله فرق لكنك تبقى عايز مرتعب من هذا الإله لإنك مش عارف أنت هتقابله إزاي ولا هتتوقع منه إيه دي من الحاجات الأساسيات في الإسلام والقصص المليئة بقى على مدى من بداية الإسلام إلى اليوم من عذاب القبر للعذابات اللي شافها محمد في النار إلى إن النساء أكتر أهل النار إلى مين حيتسلخ إزاي ومين لحمه حيدوب إزاي وإنه مين الخد واقع ومين اللعنين كده يعني اتربينا على ده يعني الإنسان لما كان حد يموت في العيلة مثلا الواحد يبقى كان بيعاية على الرجل ده حيمور بيه أو الست دي حتمر بيه في القبر ونبقى مرعبين مرعبين له ومرعبين لنفسنا وناكر ونكير ويدخلوا ويسألوك وزا ما كنتش تعرف مين حيدربوك على دماغك يعني أفلام رعب مصدرها هذا الإله فطبعا بالطبع لا نتطلع للقاءه الإنسان يخشى هذا اليوم اللي حيقابل فيه الإنسان المسلم يخشى هذا اليوم الذي سيقابل فيه الله على عكس الحياة مع المسيح تماما نحن نشتاق إلى الحياة معه نشتاق إلى محضره لأن في محضره نبنى نشفى نمتلئ لأنه الله محبة والمحبة تطرد الخوف خارجا أنا بتأثر جدا بالآية دي إنه المحبة فعلا الحقيقية اللي هو الله يطرد من قلبك جوه كل خوف لأنك عارف إنه هو مركزك هو مصدرك هو راحتك هو أمانك مع المسيح لما المسيح الملاكة بشرت بي وبشروا العذر أولا قالوا لها إيه قالوا لها لا تخافي أول حاجة بيقولوها لا تخافي لأن المولود منك يدعى ابن الله قالوا للرعاة إنكم ما تخافوش أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب لأنه ولد لنا لنا اليوم مخلط هذه هي حقيقة الحياة مع المسيح أما في الإسلام قصة تاني خليني أخذ مكالمة الأخت فريال أهلا بيك يا فريال كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي أختي أماني كل سنة وأنتي طيبة يا راب وسنة سعيدة إن شاء الله أصلي أن تكون ثمار ختمة قناة الحياة لحضرتك وبقية الأخوة الخدام الأمناء أن تكون ثمار لحصاد النفوس من أجل خلاصة في اسم يسوع أمين لما قد اسم الرب أمين طبعا أمين نمجده ونعطينه الكرامة ويخلصون من ظلمة الإسلام ينتقلون إلى نور المسيح أمين إلى الحياة الأبدية باسم يسوع أصلي دائما يوميا صلاة الكم عزيزتي شكرا أختي أماني المسلم هو عبد عبد والله تبعه هو السيد فلهذا العبد أولا يبع ويشترى والعبد يطيع سيده عن خوف لكن الإبن اللي أصبح ابن المسيح من عائلة الله لا يبع ولا يشترى لكن إحنا نطيع الله ونصلي لالله لأنه هو أبونا نطيعه عن حب مو عن خوف عن حب وعن تقدير وعن قداسة وعن إكرام لأن إلنا علاقة شخصية معه أمين وهو دائما يريدنا أن نشترك معه في الوليمة في الوليمة في الحياة الأبدية التي تستمر إلى الأبد أنت عارفة في الريال وأنا بحضر للحلقة دي ما بقيتش عارفة طب هاحكي إيه ولا إيه عن العلاق مع المسيح هاحكي إيه ولا إيه عن اللي هو قاله عن متعته أنه يبقى معنا ومتعتنا أنه يبقى معنا اللي هو بنفسه قاله نعم أخذ أماني لو نحكي سنوات ما نوفي حقه فعلا أنا معاكي أختي الغالية أنا معاكي وأعرف قلبك المحب للرب يسوع هو يرسل الدعوة تله الدعوة فأنا أصلي أن كل شخص اللي يقبل هذه الدعوة ويكون مع الرب يسوع المسيح له كل المجد أمين وكذبوا كذبوا كذبوا اللي قالوا الله تعالى تعالى وهو فوق وأحنا تحت عبيد له هو يؤمر وينهي هذا ليس إلهنا بالتأكيد بالضبط إلهنا عما نؤيل الله معنا دائما هو في كل لحظة معنا هو يسمع صلاتنا هو ملجأنا هو قوتنا أمين هو نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب أمين يا رب يا رب يعرفون هذا الإله المحب اللي ما نستطيع ماكو كلام بالعالم كلمات نقدر أن نوصفه بس نقول له نعطي كل الكرامة والمجد والقداسة عليلويا يا قدوش يا قدوش أماني الرب يحفظك يا حبيب شكرا حبيبتي أنا عايز أقولك حاجة قبل ما تقفلي يا فريال نعم أنت من المشاهدين الأمناء جدا ومن أصدقاء قناة الحياة المتابعين الجيدين وإحنا كلنا بنحبك جدا فأنت تكوني أول واحدة أقول لها الخبر ده أنه السنة الجاية هتكون السنة العشرين لقناة الحياة أنت تكلمتي عن ثمار العمل إحنا السنة الجاية عايزين ندي كل الماجد للرب في ثمار هذا العمل والسنة الجاية هتكون سنة مميزة جدا المشاهدين اللي زيك والعابرين وحتى المشاهدين المسلمين الباحثين هم أهم جزء من هذه السنة فحبين نسمع كل شهاداتكم بقى في السنة الجديدة أمين أخذ أماني أنا عندي هدية من قناة الحياة قبل كم سنة كتاب سخين كله عن ثمار قناة الحياة والأبور ومن حضرتك وكل الخدام نشكر الرب نشكر الرب أنا سعيدة أن الكتاب ده كان سبب بركة ليكي والكتاب على فكرة موجود ونقدر نبعاته ليكم في أي وقت اللي عايز كتاب ثمار قناة الحياة يكتب لنا وبإذن ربنا نبعته لكم في أي وقت ربنا يباركك يا فريان أتبر صديقتي أقلة شكرا عزيزتي ربي باركي ويباركك كل سنة وإنتي طيبة وإنتي غالية حبيبتي مع العائلة كلها شكرا عزيزتي ربنا يباركك طيب يعني على فكرة أنتوا أهم جزء في خدمتنا لأنه الرسالة اللي بتقدم رسالة حياة تثمر في حياتك أنت وده اللي احنا عايزين نسمعه وعايزين نسمعه في أصواتكم وكلماتكم وشهاداتكم في الأسابيع والشهور القادمة كجزء من العمل اللي ربنا استخدم فيه قناة الحياة عايز أقول لكم حاجة أنه التليفون الواتساب كان معطل لفترة ودلوقتي هو يعني شغال وتقدروا تستخدموه وأنا برد دلوقتي على الرسائل في بعض الرسائل فقدت لكن الحاسس أنه ردي عليه تأخر ابعت لي تاني لأنه الرسائل القديمة فقدت فابعتوه لي تاني على نفس الواتساب وتقدروا تتواصلوا معي حتى وإحنا في الأجازة بإذن ربنا طيب كلمنا على أنه الحياة مع المسيح بتمتعنا لأنه عارفين أنه هو المركز هو مخلصنا فإحنا ملتصقين به بنشتاق لأننا نكون معاه أما في الإسلام المصدر للرعب ده أنه ليس لك مخلص وليس لك مخلص من هذا الإله المسيح اللي هو الله الظاهر في الجسد هو نفسه المخلص لنا هو نفسه مصدر الأمان لكن أنت دائما مرتعب من إله الإسلام لأنه هذا الإله بيتكلم عن نفسه في القرآن وفي الحديث وكل حاجة يقف لك بالمرصاد يراقب كل صغيرة وكبيرة في كل الأمور حياتك وكل حاجة معاه ملتوية لازم لها لفة تعمل ده يقولك ده مش كفاية أصلاك ما عملتوش بالشكل ده تعمل ده يقولك لا ده تاخد عليه نص حسنة عشان مش كامل كله وصلاتك مش عارف وضوءك مش عارف كده يعني كتير اتكلمنا على الموضوع ده دائما في لفة للموضوع وعملك هو المفروض أنه حيوقفك أمام ربنا يعني والله أعلم حيخلصك ولا مش هيخلصك لأنه إن كله إلا واردها هيخلصك إزاي يعني متى داخل النار داخل النار دائما ده موجود في خلفية ذهنك مهما قاله الشيوخ ربنا بقى وسعت رحمته كل شيء وإنه الرحمن الرحيم وإنه اقترب إليه عبدي مش عارف إيه فاقتربت له إيه كلام لا دليل عليه كلام كده مرسل لا دليل عليه في الممارسات وفي العقائد وفي القرآن والتعليم الإسلامي خالص خالص كلام لا يسمر فيك ملوش يعني ملوش علاقة ملوش أثار في نفسك أنت ما زلت غير مرتاح أمام الله لأنه ليس هو الإله الذي خلقك ومن يعرفك زنوبك هتدفع تمانها هتدفع تمانها لا محالة إلا بقى إذا ربنا المفروض بقى إلي هذا الإله يقرر أنه تروح عمل تبقى إنسان شرير وتعمل حاجة كويسة في الآخر فيدخلك الجنة أو تكون إنسان كويس وتعمل حاجة وحشة في الآخر فيدخلك النار هو حر زغلون النجار له عدة فيديوهات في الأمر ده عايزة أديكم أمثلة على انعدام الرجاء والرعب في الفكر الإسلامي المشكلة عندنا إنه الزنوب ملهاش حل انت قاعد طول النهار طول النهار تشتغل مربوط في ساقية علشان تعمل حسنات عشان تدفع تمان الزنوب اللي عملتها علشان تقبل أمام هذا الإله أو يعني إيه تنفد بدل ما تبقى ميت سنة في النار تبقى سنتين ثلاثة مثلا أو مثلا عذاب القبر ما يبقاش كتير أو يبقى قليل وهكذا أو يفتحوا لك الطاق يوم الجمعة بس يعني اللي عارف الإسلاميات أنا فاكرة الحاجات دي كانت بتتحكي لنا يقولك يوم الجمعة يروح بقى إيه فتحتق على الجنة كده علشان يعني يدي الميتين في القبر راحة يومه بقى يزوروا بعض ويعملوا شاي وقهوة وكحك وكده خرافات خرافات لإن المتكلم أصلا لا يعرف الله خلينا نشوف الفيديو اللي جاي وأنواع الزنوب الموجودة في الإسلام ويعني يمكن الأول مرة هقدم لكم حاجة عن الموضوع ده إيه الزنوب اللي بتموت معاك وإيه الزنوب اللي ما تموتش معاك دي جديدة بقى تقدروا قسم العلماء الزنوب إلى قسمين كبائر وصغائر إنسان لما يترك الحياة الدنيا ويدخل على عالم البرزخ حيث المرحلة الرابعة من مراحل الحياة تنقسم الذنوب إلى قسمين قسم يموت بموت صاحبه وذنوب للأسف الشديد لا تموت بموتك وإنما ترحل معك تلقى بعضا منها في قبر وتلقى جلها يوم الوعد الحق ذنوب التي تموت بموتك ذنوب صنعتها أنت بينك وبين الله بينك بالنفس مع الله عز وجل مثلا العجيب الخمر أم الكبائر إنسان مات ماتت الخمر معه مات شرب الخمر معه تبقى من مناته بحسابه على الله لأن الله يوم القيامة ينادل العباد يسمعه القريب أداني كما يسمعه القاصي يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم كبائر وصغير دي عارفينها نعديها بقى لكن ذنوب تموت معاك وذنوب ما تموتش وتترحل بقى معاك وتبقى تسترسل بقى من القبر بقى لما تدخل النار ولما تقابل ربنا والكلام ده كل العجيب بقى أنا كنت يعني قاعدة بسمع كده اللي هو بيقوله وببحث في الأمر العجيب إنه يعني المسألة الزنوب اللي بتموت معاك دي مش إن أنت بطلت تشرب خمرة فخلاص مش هتتحاسب عليها لا هي مش كده هو بيقولك إن الحاجات اللي بيني وبينه بيني وبين العبد يعني وهد بيشرب خمرة في الدارة ما حدش يعرف لوحده بيسرب الخمرة ويشربها من غير ما حد يشوف بتعزز فكرة اللي تعمل في السر واللي تعمل في العلن فمفهوم الجهر بالمعاصي هنا إنت بقى لو جهرت بالمعاصي وبتشرب قدام الناس دي هتتحاسب عليها لكن أنا ممكن أغفرها لك بيني وبينك كده مدام اللي بيني وبينك مش معروف افتكرت الراجل اللي راح لمحمد عشان يقوله أنا زنيت فمحمد حبي يفوت له فمرة تانية أنا زنيت الراجل ده أو الست اللي راح تقيت له أنا زنيت الناس دي راحوا له علشان كانوا خايفين من عذب ربنا فعايزين أنه يتوبوا يعني تابوا واحد تاب قال أنا عملت كده وتوبت فهذه التوبة لوحدها لم تنفع وفي فيديو هام جدا للحويني في هذا الأمر بيقول لك أنت لو زنيت ومجيتش قلتلي مش هتستحق لحد لكن الفكرة في مفهوم الخطيئة اللي بتلوث نفسك عشان كده في المسيحية الإنسان اللي في قلبه خطيئة اللي في فكره خطيئة بتلوث أفكاره فبيبقى عايز يتوب عنها ويرميها على طول عشان ما تبعدوش عنها كانت في الفكرة بس لكنها خطيئة تفسلك عن الله إنها هتجرك الناحية التانية الله نور كله نور فلما أنت تدخل تحط رجلك في الضلمة فأنت روحت الناحية التانية والخطيئة ظلمة وعمل الشيطان ظلمة فهم مختلف تماما لكن هنا يقول لك الخطيئة بقى اللي أنتو مش هتحسبوا عليها بقى اللي أنا غفرتولك بيني وبينك ده أنا يعني بيقول لك إيه يكفي على الخبر مجور في مصد أنا بحب الأمثال الشعبية جدا يقول لك إيه يكفي على الخبر مجور بقى هذا بيني وبينك محدش يعرف يعني غفرته لكم بعدين بقى المرعب في بقيت الحديث يقول بقى إيه أنا ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا فأنا افتكرته بيقول الكلام ده والناس على الأرض لا تعرف إنه بيقول الكلام ده يعني المفروض إنه الناس وقفة بقى يوم القيامة معاه هيقول لهم كده إنتو يا ناس اتصالحوا إزاي بقى هنتصالح شوف الفيديو اللي جاي فكرة هذا الإله عن التصالح بين الناس ينو خلص حقك منه خد بقى خلص حقك منه شوف الفيديو فتصالحوا شوفوا للو مظلمة عند إنسان أو حق سبحان الله العظيم الحساب يوم القيامة المعاملات يعني في الدنيا بالدرهم والدينار والدولار والسرديني والريال والآخرة الحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات عليك يوخذ من حسناتك تفنى الحسنات يطرح من سيئات الذي له حقه عندك ثم يطرح عليك حتى إن المسألة ليست بهذه البساطة مسألة صعبة ذنوب تموت عندما تموت أنت هذه ذنوب بينك وبين خالقك الرحمن الرحيم التعامل في الدنيا بالدرهم والدينار لكن التعامل أمام بقى هذا الإله المفروض يعني أنه يوم القيامة يبقى بالحسنات والسيئات يقفوا الناس بقى كل واحد دي عند التاني حاجة أنت نميت علي وانت قتلتني وانت عندك كم حسنة أنا محتاج خمسة لا أنا مفضلش عندي بأخذ من سيئاتك شوية تبادل أسرى بقى تبادل يعني بيعملوا مقايدات بقى طب يقولك لو عندك خمس حسنات تسلفهم لي يعني المسألة مهزلة مهزلة لا يمكن أنه هذا الإله يكون بيتعامل مع الناس يبص للشخص ويقول له اللي انت عملته ده كان ليه تمن في حياة الآخرين خلاص عرفنا أنه كان ليه تمن في حياة الآخرين على فكرة الكتاب المقدس بيتكلم عن أنه احنا هنقف أمام الله وحنسأل عن اللي عملناه لكن مش هيقولك طب خد من حسناته وخد من سيئاته هو كفاية بس أنك تبقى واقف قدام ربنا وعارف أنه المسيح خلصك من كل ده وأنه ده أزأ أخوك وهكذا يعني يعني يداني بقى مثلة عجيبة قوي في الفيديو دي يقولك ده حتى الإبرة يقولك عن عمر بقى المثل ده يقولك يعني ده حيخلص من حق الناس حتى ولو كانت الإبرة في مخيط يعني إبرة وفيها خيط خدتها من جارك ونسيت حتتحسب عليه ده حد فاضي يعني ده مش تعملات طرقة إلى ما يؤثر في الروح ولكن حاجات كلها بالورقة والألم عين بعين وسن بسن وهكذا يقولك أمثلة كمان تتعارض مع القوانين الإسلامية يقولك أنه محمد كان فيه واحد يعني بدون بقى ذكر التفاصيل واحد من الناس مات فقالوا له ده داخل الجنة على طول فقال لهم لأ ما تعرفوش ده ده حيكون في النار لأنه أخد عباية ولا حاجة من الحرب أخذ حاجة من الحرب بدون إذن مع أن الراجئ معروف بقى أن المحارب له نصيب في الحرب هو الخمس لله ورسوله ما عرفش الله بيعمل إيه بالخمس لكن الباقي هما كلهم ليهم نصيب طب اشمعنا ده هو لازم زي ما حصل كده في صفية خد عباية كان محمد عايز فحاكم عليه بكده يعني حتى ده يخالف القوانين الإسلامية ده حتى السرقة لما يكون السارق بيسرق حاجة من مال أبوه ولا بتاع يقولك ده ليه حق فيه لا تقطع يده مثلا يعني على حسب بقى مزاج محمد حتى ده هتتحاسب عليه أما المبالغة بقى في عدم الرجاء المبالغة في أنه أنا لازم أكون يعني شخص حاسب على أن أنا ما أقضبش الله في أي حاجة لأنك مرعوب منه عمر بيحكوا قصة عن عمر ومكلسون مراته كان بيجي لها الست عطارة فكانت بتدي للعطارة من العطور اللي متاخدة يعني اللي هم أخدوها من بيت المال بتباعها لها ففي يوم دخل عمر وقال لها هو أنت ريحتك حلوة ليه فقالت له أسانة وأنا بكسر لها العطر وأوزنه لها مسحتي إيدي في الطرحة بتاعتي ففضل القصة يعني أنه عمر أخد الطرحة وقعد يخسلها ويعصرها بالمية ويخسلها ويعصرها بالمية يعني أنت يحطها في الطين ويعصرها ويخسلها ويحطها في المية علشان خاطر حتى مش عايز ريحة للعطر ده لحسن ربنا يدخلوا بيها النار ما حدش يقول لي أنه إذا كان القصة دي حقيقية عمر وأهله ما كانوش مرعوبين من هذا الإله فيش تفاهم معاه هو قاعد مستني ها هتغلط إزاي وهكذا شوف بقى الزنوب اللي بتترحل نشوف دي بقى حاجة يعني من الزنوب اللي ما تقدرش هتقل ريحة معك ريحة معك شوف نوعية هذه الزنوب نشوف الفيديو أما الزنوب التي ترحل تنقسم إلى فرعين فرع تراه في قبرك على منبرزخ أنا اليوم رحلت من الدني في مرحلتين النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبرين في البقية ماذا يقول؟ يقول يعذبان وما يعذبان في كبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل عذاب أمتي في قبورها في عذاب طيب يعذبان هذا حديث متفق عليه درجة الصحة متفق عليه يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما كان لا يستتر من بوله وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله وفي رواية الثانية كان لا يسترق من بوله سبحان الله والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس خليني أشرح لكم اللي قالوا ده عشان ده مهم جدا العقليات الرجعية اللي عايشة في عصر محمد فمحمد قال لك إيه إنه محدش لازم تقعد وإنت بتبول ما تبولش واقفا ليه حاج قال لك أصلي علشان البول ما يجيش على الملابس يعني كأنه مثلا في مهاب الريح الناس معرفش يعني فزغلول النجار بيقول لك بقى البدعة بتاعت الناس دول خلونا دلوقتي في المبولة بتبقى الناس بتبول واقفة وغير اللي كانت زمان يعني مثلا الحمام اللي بقى مقفول في الدنيا علينا ده فيه بقى رياح عاطية بتخلي الناس توسخ خدومها وهي بتبول معلش أنا أسفل الصورة الباشا عادي بس ده من الزنوب اللي فدحتها ومحمد بيقول هما بيتعذبوا في القبر وليس بكثير يعني عشان هما وقفوا مرة ولا اتنين وهما بيقولوا لكن من فداحة هذه الزنوب إنها بتضيع صلاتك كلها فإذا كان الراجل المسلم يبول واقفا إذن بيوسخ خدومه ويروح يتوضى ودوءه باطل فصلاته باطلة فأنت هتتعذب على الكلام ده في القبر وكمان بقى هتتحسب على صلاتك الفرد دي بقى اللي هي كلها بقت باطلة أين الرجاء أين الرجاء أين معنى الصلاة والاتصال بالله وهي طبعا كلها حركات بتتعمل علشان تردي هذا الإله كيف تردي هذا الإله الحقيقة ده كان سؤال محيرني أنا نفسي أرضيه إزاي ده ده يعني كل حاجة معها مرعبة جدا بلاش الناس الكيوت قوي بقى اللي قعدة مرتاحة دي وتقولك لا ده مش عارف إيه فتعمل حسنة إيه مفيش الكلام ده ادخل ابحث هتلاقي حكاية زي دي بتقولك إنه واحد عمل حاجة قد كده فبيتعذب في الأرض فراح محمد حطله بوسة وحطها علشان تطري عليه يعني نار جهنم اللي هو فيها في القبر خرافات 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 لإنه المتكلم ليس الله والمتكلم لا يعرف الله نفسه الناس يعني عايزين يطلعوا من هذه المشكلة فيبتدي المسلم يخترع بقى طرق يضمن فيها إن في حسنات جارية وما فيش سيئات جارية زغلون النجار في فيديو آخر بيقولك إيه إنه مثلا من الطرق اللي تغطي بها نفسك إنك تكتب في قصيتك وعمل ورقة كده وكتب فيها كل حساباتي اللي على الإنترنت تغلق اللي فيها حاجات غلط يعني تسيء إلى الله وقادي الباسورد بتاعتي وقادي الحسابات الفلانية تكتب بقى لستة طب وإنت عايش مش هيكون عندك وإنت بتكتب دي مش هيكون عندك المعرفة إن دي حاجات غلط فلازم تقفلها لا أنا هعمل اللي أنا عايزه وبعدين بقى لما موت عشان ما يبقاش فيه سيئات جارية أقفلها عشان برضو إيه خلي بالك أصلي في حاجات بتفضل ماشي وراك دائما في عفريت ماشي وراك دائما لهذا الإله اللي بيه يعني متربس للمسلمين شوف أدعية المسلمين بتقول إيه بتقول لك إنهم ما يقدروا يش اضمنوا يعني لو أقراركم اتنين تلاتة سريعا من الأدعية أدعية الخوف مثلا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا لإن اللي ابتلاء منه والمصايب منه فيعني الله يخليك يا رب ملاش تبتلينا يعني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحية والممات وهكذا هتلاقي كل الأدعية دي اللي النهاردة والمسلم بيسمعني يعني أنا فاكرا أنا كنت بادعي كده برده وجدتي كانت تقعد تقول كده وبعد نروح نقاريين آية سورة الكرسي ولا نعد نتمتم حاجات كده علشان خاطر نقي نفسنا من شوية العذاب اللي جايين أمامنا لأنه ليس هناك رجاء الأدعية دي فيها إساءة لله هذا الإله الأصم اللي مش سمعك لا يعرفك لأنه ليس من خلقك ولأنه مزيف بيعمل على هلاكك خلينا نبص لنفسنا وكل واحد مننا عارف ضعفه وعارف احتياجه وعارف خطياء وعارف اشتياقاته لله أو عدم اشتياقه لله الكتاب المقدس بيعلمنا عكس كل اللي أنا قلته عن الإسلام ده تماما لأنه من البداية الله شاف ضعفنا فصمم لينا طريق الخلاص وقدم محبته لينا أولا وفهمنا أنه عارف ضعفاتنا ويستطيع معنا أنه يجعلنا أقوياء مش بس أقوياء أننا نعيش معاه ونعيش به ونتكل عليه لا ده يجعلنا جباري بأس زي كده جدعون اللي كان واقف وبيقول لك أنا يعني إنسان قليل الحيلة في الملك قال له سلام لك يا جباري البأس الرب بيقول إن أنت جبار بأس أنا هقعينك أنا هعلمك أنا هديلك علشان تهزم جيش الشر اللي أمامك نفس ده موجود دي كلية النهاردة من إله ما بينفظلش عنه معانا ماشي معانا بيقول لنا أنا موجود إله نختبره فنشتاق إلى الجلوس معه والاقتراب منه هو ده المسيح اللي جرح من أجل خطيانا اللي مات من أجل خطيانا ومن أجل خلاصنا ومن أجل فدائنا اللي كان في الجسد زينا فعارف كل ألمنا ومن خلال اقترابه منه بالجسد قالك أنت تستطيع لإني أنا فعلت وأنا مش حسيبك وأنا معك اللي لما تعيش معاه تقدر تقول زي داود كده كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله إنك تخاف الله وإنك تبقى فاهم إن قاية رأس الحكمة ما خافت الله دي بصورة إنه إنه الله ممكن يغضب عليك زي ما شرحت لكم الأول الصورة مختلفة لإن هذا الإله لا يبتش بيك لكن ما نقدرش ننكر إن لله غضب حقيقي على الخطية وعلى الشر وعلى الشر اللي بيقع على أبنائه وعلى انكسار أبنائه الله يغضب فعلا والله ممكن يقفل الباب على حد زي ما حصل مع فرعون الله أعطاله فرص وفرص 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 لكن فرعون قسى قلبه كان قاسي القلب فهلك بعد قد إيه فرص الرب اداها علشان خاطر يخلص شعبه كان ممكن فرعون يبقى شخص تاني فإيه وعى تمشي في الطريق ده الله قادر على إنه يكون ليه غضب زي ما إحنا شايفين على عالم الشر اللي حوالينا فيه غضب لله اللي بيمشي برة خطة الله واللي برة طريقة الله حيلاقي غضب الله ده يعني ما فيهاش ما فيهاش كلام لكن الغضب هنا هيبقى نتيجة خطيتك انت نتيجة اختيارك انت نتيجة عملك انت مش لإن الله قاسي وعايز يمحوك يعني لا بالعكس لإن المسيح جيه علشان ناحية جميعا صلب من أجل خطيانا جميعا العالم كله بس اللي عايز يقباله واللي عايز يعيش معاه الخطية حقيقة وإذا لم نتب ونتقدس ونقبل المسيح نحلك الكتاب المقدس بيقول إنه مخيف هو الوقوع بين يدي الله لإنك لو دخلت وحدك من غير المسيح حترتعب أمام الله ده حقيق لإن الله لا يقبل خطية لا يتقابل مع الشر حيكون مخيف هو الوقوع بين يدي الله لو انت ما تعرفش المسيح لو المسيح لم يغيرك ويغطيك لإن الله الآب أرسل ابنه الوحيد لكي نتبرر بيه يعني نتغطى بيه المسيح يغطيك ليه؟ لإنه هو جه اقترب منك علشان يكون هو غطاك يغطيك بعمله على الصليب يغطيك بحياتك معاه يغير حياتك فتتقدس كما هو قدوس فنتغطى بيه فنقدر نقف أمام الله ونقول له إحنا قابلنا عمل المحب قابلنا رسالة السلام قابلنا رسالة المحب قابلنا إن إحنا نكون أبناء ولسنا بعد عبيد في علاقة شخصية جدا بينك وبين الله في فهم لهذه العلاقة عايزة أطلب منكم منكم تقوموا يعني بتجربة كده فكرة خارج صندوق أفكار الإسلام غمض عينيك كده وتخيل وتخيلي إنه الله شايفك دلوقتي وإنه بيقولك وبيقولك أنا بحبك بصورة شخصية جدا بيعبرلك عن محبة خاصة ليك شخصية جدا وإنه بيقولك إنه شايف ألامك وإنه شايف أتعابك وعايزك وإنتي وإنت بتفكروا في الموضوع ده تغمض عينيك وتبقى حاسس إن أنت أمام إله لا يرى إلا أنت في هذه اللحظة لإن الله بيعمل معنا كده هو يرانا على حدة هو خلقنا واحد واحد مش ما جميع ما جميع فأم أدانيك كده وتخيل إن الله بيقولك يا ابني أنا بحبك أنا بحبك لدرجة إني جيت للأرض علشان أقترب منك علشان أفتح لك كل باب علشان تعيش معايا علشان أرجعك تاني تعيش في ما شئتي الله بيشوفك بالطريقة دي لو تخيلت ده وشعرت بأهميتك عند الله لهذه الدرجة مش هيكون صعب عليك تفهم إنه هذا الإله اللي أنتوا شايفين إنه منفصل عنكم وعايش في السماء ومش ممكن يعمل كده ومش ممكن يلبس كده ومش ممكن يأكل كده وكلام ده كله مش هتشوف الصعوبة لما تشوف المحبة عشان كده تفهم إنه الله أتى إلينا مش إحنا اللي هنروحنا ونقف مرعوبين ومرعوشين لا هو قريدي جالنا الأول علشان يقرب المسافة ويقولك يا ابني عندك فرصة للقداسة وللحياة الأبدية مرة تانية عشان كده بنحتفل بعيد الميلاد اللي اتحقق فيه وعد الله بفتح باب الخلاص أمامك بصورة شخصية جدا المسيح جاء للبشرية لكنه أيضا جاء ليك انت بصورة شخصية جدا الرسالة دي ليك انت النهاردة وانت بتسمعني وانت عارف إن ربنا حضر قلبك للرسالة دي ودى لك إعلانات عن الرسالة دي قبل ما تسمعها في اللحظة دي استجيب لقلب الله ومحبته ليك الله القادر على كل شيء بيقول عنه الكتاب عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد المسيح الله المتجسد هو اللي كان وحده يستطيع إنه يأتي ويخلص البشرية لأنه الوحيد اللي كان بلا خطية يعني ما كانش ممكن أي إنسان ييجي كده لا كان لازم يكون ابن الله الله الظاهر في الجسد كان لازم يأتي الله الكلمة ليفي بوعوده الكلمة صار جسدا وحل بيننا اقترب منا حل بيننا عما نويل الله معنا الكلمة كان منذ البدء كان مع الله منذ البدء هو الله في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله بداية إنجيل يوحن أروع الكلمات في الكتاب المقدس اللي بتعلن من هو كلمة الله الله أرسل ابنه كلماته الكائن منذ الأذل إلى الأبد المسيح لم يصبح ابن الله بميلاده من العزراء بل لأنه كان منذ البدء تعبير الله عن عنايته ومحبته ليك هو الله نفسه له كل سلطان أخلى نفسه ولكنه مزال الله ولم يقلل من نفسه لأنه هو الأمس واليوم وإلى الأبد هو هو لم يتغير السيدة الذي اختار أن يأتي في صورة بشر وأنه يكون خادم عشان يعلمك أنك مهما كنت تتواضع وتخدم غيرك إذا كان الملك جه وصار على الأرض زينا وأصبح خادم للجميع بيقولك عيش زي يا ابني إنسان الله أصبح تحت النموس ولكن كامل بلا خطية تواضع على السليب ليفعل ماشيئة الله مات لنحية نحن أخرجنا من الموت فغطية آدم اللي احنا حملناها إلى حرية أبناء الله أنا بقولك يعني دي آيات كلها مترجمة كده بصورة بسيطة أعلن نفسه لينا يسوع المسيح المخلص المنتظر بتتطلع إلى مجيء القلوب والعقول ويرتكز عليه كل أمال البشر في الخلاص من أحمال العالم والخطية ومن الهلاك الأبدي لكن الحقيقة إن اللقاء مع يسوع بقى أعظم كثيرا من كل أحلام وأمال البشر في فهم معنى الخلاص لأنه زي ما المسيح نفسه قال من رأاني فقد رأى القاب الله نفسه محبة غير عادية تخيل كده إن المسيح جاء لنرى الله المسيح انعكاس لقلب الله لنا محبته لنا من بداية التاريخ إلى اليوم حقق وعده الآدم وإبراهيم وداود وإلى كل الأمم عملوا على الصليب بيقول إن المحبة الأقوى أو قوية كالموت لأنه أحبانا حتى الموت مش محتاج إنك تتحاسب بقى مع حد وتتبذل أسرع وتعمل جداود لدفع ضرائب الخطيات وكده لأنه هو من حمل خطيات وهو من دفع عنك ومن غطاك بيموته على الصليب وأنت وأنا لا نستحق عايز أحكي لكم حكاية سريعة جدا في أسيس مشهور هنا خادم للرب اسمه أليستر باي بيحكي حكاية كده ليه بمقطع مشهور على الإنترنت بيقول إنه أوعز نفسك بقصة الصليب كل يوم كلم نفسك عن اللي عمل ربنا ليك على الصليب كل يوم لأنه يعني بدون إنك تعرف إنه انت خدت خلاصك على الصليب بموت المسيح هدية عطية مجانية مش بعملك إنت إذا ما كنتش متأكد من ده وعارف وفهم معنى ده هتعتمد على أعمالك أو على إيمانك وأعمالك مع بعض ولكن هتعتمد على نفسك في النهاية هتبقى أنت شايف يعني أنه إيمانك ده إدلك حاجة لكن الحقيقة أنه الخلاص ده كان موجود من البداية منذ يعني اللي قدموا المسيح على الصليب خلى الخلاص ده موجود ليك إنت ما كنتش تستطيع تعمل حاجة أساس إنت أمنت قبلت آه بس هو كان موجود ف يعني اعتمادك على إيمانك وأعمالك فقط يخرجك برا فكرة الخلاص المجاني وحكي لنا قصة عن وقت صلب المسيح كان فيه لصين كل مصلوبين جنبه واحد على يمين واحد على شمال وفيه ناس بتقول لص اليمين لص الشمال لكن ده مش مهم واحد منهم قال شتم المسيح والتاني قال له يعني انت بتشتم ليه ده راجل ما عملش حاجة وراح بصص المسيح وكده وقال له اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك فالمسيح رد عليه وقال له اليوم تكون معي في الملكوت فاليستر بيك بيس قال كده انت اذا موتت النهاردة وقفت على باب الملكوت هتقول هتقول انت داخل ليه انت بتخبط على الباب كده وبتقول لهم انا انا جاي مستحق ان انا ادخل فيقول لك انت عملت ايه عشان تدخل فتقول لهم انا قبلت المسيح انا عملت اعمال كويسة انا دخلت اعملت مستشفى عملت كذا عملت فبيقول كده اذا كان ردك انا عملت تبقى غلطان اذا كانت الاجابة الاني والاني او يعني او اللي انت عملته هيبقى فيه حاجة غلط في فهمك للامان الاجابة يجب ان تكون لانه فعل لانه المسيح اعطى لانه خلص لانه غفر الحقيقة انه دي حقيقة انا وانت خلصنا اليوم لانه فعل لانه احب لانه اعطى بيقول كده حاجة لما سيتني اوي بيقول انه انا منتظر النهاردة اني اطلع السامة عشان اقابل اللص ده اللي كان مصطوب مع المسيح واسأله ايه اللي حصل لك فعمل سيناريو كده في حياته في زهنه بيقول كده بيقول له انت كنت مصطوب جنبه لانك مستحق انت حرامي دخلتك السامة ازاي فالراجل قال له انا الحياة ما عرفش فقال له انا كنت واقف اقول لهم انا داخل السامة فالراجل الملاك اللي واقف قال له طب هو انت قريت الكتاب المقدس قال له لا قال له طب انت عملت دراسة في الكتاب مثلا قال له لا طب انت عوضوا في الكنيسة قال له لا قال له لا استنى ده انت مشكلة بقى انا هروح اجيب رئيس الملاك عشان يسألك جاء رئيس الملايكة وسأله انت جيت هنا ازاي فقال له مش عارف فقال له الله طب انت استنى يمكن طب خليني امتحنك في الايمان انت تعرف يعني ايه مثلا الايمان في ايه عقيدة الخلاص بالايمان قال له عمري اسمعت عنا طب عمرك قريت الكتاب مش عارف قال له لا قال له طب انت جيت هنا ازاي قال له الراجل اللي كان على الصليب في النص قال لي انت مدعو النهاردة المسيح بيقولك انه سبب مجيءه سبب ميلاده سبب حضوره هنا عشان يقولك على الصليب انا فتحت لك الباب على الصليب انا وريتك حب الله وانت مدعو المسيح بيقولك انا شيل كل احمالك شيلها من على كتفك وحطها قدامي هتهالي وانا اغطي واشفي وقولك انت مدعو زي ما انت زي ما انا يا رب بكل خطايا زي ما انت وانا انضف وشيل وغير وابني هو ده الاله اللي لما تتقابل معاه تجري عشان تبقى في حضنه سواء وانت هنا على الارض وانت بتقدي خلوتك معاه تبقى مش قادر تصبر ان وقت الخير ويجي عشان تقعد وتقفل الباب وتكتب الكلمتين اللي ربنا هيحطهم في قلبك وتسمع صوته وتتأمل في محبته دي علاقة تانية مش هتبقى مرعوب حتى لو عملت خطايا هتبقى عارف انك ليك مكان تروح تداوى فيه قدام الله وتقوله ربا اخطيت وتقول للعدو للشيطان تقوله لا تشماتي به عدواتي لاني انسى قدت اقوم المسيح يقومني اتوب وارجع واقوم وارجع الى بيت ابي زي الابن الضال الابن الضال زي الانسان الخاطئ النهاردة ربنا بيقول لك كده زي انت ابن ضال ارجع لابوك لو انت ما تعرفش المسيح تعالى واستمتع لنبع الحب والحرية ومحبة الله وغفرانه وشفاءه والملكوت المفتوح امامك الان الله يقول الله سامع صلاتك ليس اصم كما هو اله الاسلام هو يسمع صلاة قلبك كلمه الان في اسم يسوع كل سنة انتم طيبين امين